السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحباية ابنة الله وطالبات الثانوية العامة الناس اللي بتنسق المرحلة التانية الفين اربعة وعشرين علم علوم علم رياضة ادبي يا ترى ايه هي اخر اخبار التنسيق وكم واحد قدمه لحد دلوقتي والموعد هيكون امتة بتاع نهاية التنسيق وان شاء الله النتيجة هتكون امتة يا مستر والمرحلة التالتة كمان هتكون امتة وتقليل الاختراب بالاضافة يا شباب لو حضريتك جايب علم علوم خمسة وتمانين في المية الى تسعين وسبعة وتلاتين من مية في المية يعني اول المرحلة التانية المفترض تكون كتبتي ايه? وافضل حاجة لمجموع اتنين وتمانين في المية بالنسبة لعلم علوم وكمان ستة وسبعين في المية بالنسبة لعلم رياضة وحباية ابنة طلاب وطالبات ادبي افضل حاجة لمجموع تلاتة وستين في المية وعندك كمان مجموع تمانية وخمسين في المية حاجات مهمة جدا في الفيديو هنعرفها مع بعض هاتبقاء العصير بتاع حضرتك وركز معي عشان ان شاء الله تنسق وتكتب قبل ما المرحلة بتخلص تكون كتبت وزبطت حالك بص يا شباب بالنسبة لاخر الاخبار احنا عندنا على حسب طبعا وزارة التعليم العالي والموقع بتاعها ناسمي على الفيسبوك بتقول لك ان ميتين اربعة وتسعين الف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول الجامعات طب هم اصلا كانوا كانوا في المرحلة التانية المفترض يا شباب تلتمية تلاتة وخمسين الف سبعة وخمسين المفترض دول كانوا يقدموا في المرحلة التانية قدموا بس ميتين اربعة وتسعين يعني لسه قدامنا حوالي ما يقرب من تسعة وخمسين الف طالب وطالبة ما قدموش في المرحلة زي ما حضراتكم عارفين ان اخر يوم واخر موعد هو يوم السابت اربعة وعشرين تمانية الفين اربعة وعشرين اخر المرحلة التانية. طب هل يا مستر العدد كبير لسه عدد ناقص من السأشي. هل كده ممكن يزوده يوم كمان ويمده التنسيق يوم كمان? الحقيقة يا شباب طبعا الله اعلم ولكن اللي حصل فيه المرحلة الاولى واللغبطة اللي حصلت في موضوع الدراجتين بتوع الفيزياء الا ان التنسيق خلص في المعاد المحدد. تمام كده يا شباب? فلسه يا شباب الوقت بالنسبة للتنسيق وممكن ان شاء الله بقيت الطلبة يكملوا وينساقوا ويخشوا في المرحلة التانية. لكن من وجهة نظري غالبا مش هيحصل مد للمرحلة. لان طبعا الوقت كمان مضغوط. وعلى الرغم ان وجود اسباب كتيرة في المرحلة الاولى الا انهم ممدوش في المرحلة الاولى فغالبا برضو المرحلة التانية مش هيمدوا فيها حاجة. تمام كده يا شباب? فغالبا ان شاء الله يكون يوم السابت اربعة وارشين تمانية اخر حاجة بالنسبة بتنسيق المرحلة التانية. بعدها يا شباب هياخدوا ما يقرب من اثنين وسبعين ساعة يعني مثلا ثلاثة ايام بالكتير. وممكن بعد يومين زي المرحلة الاولى وتظهر النتيجة. وبعديها هيكون تقليل اغتراب هيكون طبعا بعد نتيجة المرحلة التانية. هياخد له برضو حوالي اربع خمس ايام مع اربع خمس ايام في النتيجة. يعني اقول كمان اسبوع او تمانة ايام. يبتري بعد كده المرحلة التالتة اللي هيكون ان شاء الله على اول اسبوع من شهر تسعة. ده من نسبة للمرحلة التالتة بامر الله. طب لحد كده تمام. طب مثل اخبار المؤشرات ايه? والمجموع بتاعنا عشان احنا دلوقتي عايزين خلاص نقفل الشغل بتاعنا بالنسبة لكتابة الرغمات. بص يا شباب. بالنسبة لاخر المؤشرات والتوقعات بالنسبة لحبيبنا علم علوم. احنا عرفين ان كلية حاسبات ومعلومات بالنسبة لعلم علوم من كليات القمة. وخالص منها خمس كليات. سهاج ولقصر والمينيا وانا وأسيود. وكانت الزيادة عن السنة اللي فاتت حوالي اتنين وتلاتة من عشرة في المية. يعني تلاقي كلية مثلا بتاعت سهاج زيادت عن السنة اللي فاتت تمانية ونص درجة. اللقصر زيادت تسعة ونص درجة. يعني عندنا الزيادات ما يقرب من اتنين وتلاتة من عشرة في المية. يبقى المتوقع بالنسبة لو? الحد لأبنى بالنسبة لحساباته ومعلومات السنة جيه من تسعة وتمانين لتسعين في المية. نيجي بعد كده طبعا لكلية طب بيطاري التي تحتل حاليا المركز الثالث من كليات القمة بعد ما كانت المركز الخامس جات حاسبات ومعلومات غطت عليها. نيجي بعد كده. كلية طب بيطاري. زي ما حراركم عارفين ان فيه كليتين طب بيطاري خلصوا مرحلة اولى المنصورة واسواك. وكانت الزيادة برضو ما تقرب من اتنين وتمانية من عشرة في المية. فرق الطاقة بالنسبة لطب بيطاري من تمانية وتمانين لتسعة وتمانين في المية. تمام يا شباب? نيجي بعد كده لكليات التمريد. كليات التمريد غالبا يحصل عليها. زيادة السنة دي. فمن المتوقع برضو انها من اتنين وتمانين ونص الى تلاتة وتمانين ونص كحتى ادنى. عندنا كليات العلوم من واحد وتمانين وتمانية من عشرة في المية الى اتنين وتمانين ونص في المية. كليات التكنولوجيا العلوم الصحية برضو لكلية التي تذهب القمة بصورة الصاروخ. غالبا ان شاء الله السنة دي هتاخد من خمسة وتمانين ستة وتمانين في المائة. تمام كده? طبعا الزراعة بتاخد من مجموعة قليل بالنسبة لعلم علوم او علم الرياضة. نقل المتوقع لها السنة دي من ستة وستين وتسعة من عشرة الى سمعة وستين ونص في المائة. وعندنا يا شباب برضو حاجات تانية زي المعهد المعهد الفني الصحي واحد وتمانين واتنين وعشرين من مية في المية كلية الالصن تمانين وتسعين من مية في المية. نحن بالنسبة لحابة يبنى علم علوم. طالب بصنا على علم الرياضة. علم الرياضة يا شباب بالنسبة لكلية حاسبات ومعلومات. بالنسبة لكلية حاسبات ومعلومات خلص منها اربع كليات في البحالة الاولى. القائرة ضميوعة عن شمس المنصورة. وكانت الزيادة برضو ما بين اتنين ونص في المية الى تلاتة وتسعة من عشر في المية. يعني زيادات الحقيقة كتير. تمام كده يا شباب? ويمكن كمان ازياد من كده بحاجة بسيطة. اما عن كلية حاسبات ومعلومات وزكاء اصطناعي السنة يا شباب. التوقع عليها من اتنين وتمانين وستة من عشر الى تلاتة وتمانين وربعة وخمسين من مية في المية. لما نسبة لكلية حاسبات ومعلومات. وطبعا يا شباب في مفاجآت كتيرة ممكن تحصل في التنسيق بعيد عن هذه المؤشرات والتوقعات. يعني انت عندك التخطيط الامراني خلص مرحلة اولى على الرغم من كان السنة اللي فاتت مرحلة تانية. وزاد اربعة وتسعة وتلاتين من مية في المية. ده التخطيط الامراني خلص مرحلة اولى وزاد كتير عن السنة اللي فاتت. وعندنا برضو بالنسبة لعلم علوم كان في مفاجأة كبيرة برضو كلية علوم البترول والتعديل خلصت مرحلة اولى على الرغم انها السنة اللي فاتت كانت مرحلة تانية وزادت يا شباب تلاتاشر درجة ونصف. وخلصت مرحلة اولى بالنسبة لعلم عايز اوصل لحضرتك ان احنا بنقول اه المؤشرات والتوقعات والكلام ده كله بس عشان سيادتك تقدر تكتب الرغبات بتاعتك مظبوطة بيبقاش حضرتك مسلا جايب واحد وسبعين في المية علم علوم وعايز تكتب كل يات الطب البطري وحاسبات ومعلومات واخد بالك طبعا احيي هتاخد طبعا مجموعة كبير جدا بعيدة عن الواحد وسبعين وبعيدة عن التمانين في المية كمان. فاحنا بنقول على الحاجة ده عشان تقدر ترتب الرغبات بتاعت حضرتك ترتيب منطقي وترتيب مصبوط. وعندك برضو فنون تطبيقية من المطاقة عليها ممكن تخش تسعة وسبعين او تمانين في المية. عندك كلية المناحة وتكنولوجيا الفضاء بالنسبة لعلم الرياضة. برضو متوقع لها اتنين وتمانين واثنين وتلاتين من مية في المية. كلام كده يا شباب. تمام يا ماستر؟ بالنسبة للأدبي. الادب يا شباب طبعا الى حد كبير هيكون التوقعات بتاعته او التنسيق بتاعه زي السنة اللي فاتت. ممكن حاجات تزيد حاجات بسيطة. ممكن تلاقي بعض الكليات نقصة حاجات بسيطة. لكن هيكون فرنج المعدل بتاع السنة اللي فاتت. نسبة ان عدد الناجحين السنة دي في كتير من الشرائح بالنسبة للأدبي مقربة من السنة اللي فاتت. ويمكن كمان تكون اقل. فانت عددك مثلا كليات الاداب بالنسبة للأدبي ممكن توصل لمتين خمسة وسبعين درجة. والسيطة برضو على الموقع بتاع التنسيق هتلاقي تنسيق العام الموضة ممكن تخش وتتعجول وتشوف الدنيا فيها ايه. تمام كده? يبقى احنا كده اتكلمنا عن اخر الاخبار وقلنا المؤشرات والتوقعات حتى الان. طب بالنسبة لشباب بقى لو مجموح حضرتك علمي علوم وانت خمسة وتمانين الى اول المرحلة التانية. يا طارق المفترض تكون كتبتي ايه? اخلي بالك ان اقول المفترض. ولكن ممكن الواحد يكون عنده وجهة نظر تانية. عنده ميول اخرى. يبقى سيابتك بتكتب اللي انت عايزه. اهم حاجة يا شباب خلينا متفقين اللي انت تكتبه تبقى عارفه. اول رغبة زي الرغبة رقم خمسة وسبعين. ما تكتبش اي حاجة وتقول اصليه بعيدة. مش هتجي لي ولا الكلام ده كله. اما حاجة تبقى عارف سيابتك تكون بتكتب ايه? يبقى لو سيابتك المعلوم في اول مرحلة اعتقد طبعا كده المحترض تكون كتبت حاسيبات ومعلومات. والطب البطري على فكرة اللي تنحسن من بعض. مش حاجة احسن من حاجة. اما حاجة. شوف انت اخبارك ايه وميولك ايه? دي مجلاتها كتير ودي حاجة برضو مستقبلية ومجلاتها كتير. فعندك الكليتين دول مهمين جدا جدا جدا. يجي بعد منهم طبعا في حاجتين برضو مهمين. كليات التمريد. تكنولوجيا العلوم الطبية التطبيقية. مهمة جدا يا شباب. الكلية دي بتسحف نحو القمة. تمام? فسيادتك لو مجموعة لحد 85% علم علوم. المفترض تكون كنابت الحاسبات ومعلومات. كنابت طب بطري. كتبت معهم علوم تقوى تكنولوجيا علوم صحية تطبيقية. تمام كده يا شباب? ويكون معهم كمان كليات التمريد. ده من وجهة نظر. ممكن تقليق ترتيب تاني. ما فيش مشكلة مشان اختلف. نجي بعد كده بقى لو مجموعة هضبطك 82% علم علوم. ايها ترى? افضل حاجة. وبرضا افضل حاجة يا شباب. الموضوع نسبي. انا من وجهة نظر لو قلت 82% طبعا بقى مجيش تقول لحاسبات ومعلومات لان حاسبات ومعلومات دي هتبع عالية حوالي 89% على الاقل ولا حاجة. فانت 82% عندك ثلاث حاجات مهمين. كليات التمريد ممكن توصل لحد 82% عندك بقى كليات العلوم. تمام كده? اقسامها كتير. وطالما اقسامها كتير. يبقى مجالاتها ان شاء الله في الشغل كتير وحاجة فوق الممتازة. يبقى تمريد وعلوم عندك معهة فن صحي. معهة فن صحي ايوا معهة فن صحي ده. ممكن من خلاله تخش كلية تكنولوجيا علوم صحية لو مجموعات ما جبهاش. سياتك بتخلص سنتين وان شاء الله بتشتغل. تمام كده يا شباب? الحقيقة اقسامه كتير بالنسبة لعلم علوم. ففرصة مناسبة جدا بالنسبة لمعهة فن صحي. وممكن برضو من خلال تخش كلية التمريد لو انت ملحيتش كلية التمريد. تمام كده? يبقى برضو معهة فن صحي. نجي بعد كده الحبيبن علمي رياضة. لو مجموحها دوتك ستة وسبعين في المية. تمام كده? افضل حاجة من وجهة نظري. تكنولوجيا علوم صحية. لان بتاخد طبعا علم رياضة بتاخد اقل شوية. وعندك بعد كده معهة فن صحي نفس الحكاية برضو. لانه متميز الحقيقة. بعد سنتين ان شاء الله بتشتغل. او لو انت حابب تخش كلية قسم اعمارة. والحقيقة برضو القسم ده مشابه جدا يعني من كلية الهندسة فيه تقارب ما بينه وبين كلية الهندسة. الحقيقة من الحاجات الجميلة لو انت ننجل المجموع بتاع حضرتك حوالي ستة وسبعين في المية. تمام كده? نيجي لحبيبنا لادبي. لو انت مجموع حضرتك تلاتة وستين في المية افضل حاجة. بالنسبة لان جهاز المجموع. ممكن برضو نختلف او نتفك. انت عندك كليات حقوق. عندك تربية نوعية. اقصى الكتير. عندك كمان كليات السياحة والفنادق. ولو انت مجموعك بقى اقل من كده شوية او لو حدت نفس المجموع الحقيقة في حاجة جميلة جدا. له معهد فن تجاري. ده بياخد من حوالي سبعة وخمسين تمامية وخمسين في المية في الرنج ده. الحقيقة المعهد ده سنتين وبوابتك لكلية التجارة. الناس اللي هي مالحقتش كلية التجارة وعايز تخش كلية التجارة. ممكن تخش ده المعهد سنتين معهد حكومي وصرفاته بسيطة تكتعد فيه. ربنا يا كريمك ان شاء الله تخش كلية التجارة. تمام كده يا شباب ده بالنسبة لحبيبن الادبي. يبا احنا يا شباب ونالكو على اخر الاخبار واخرهم الشرات. ولما اضوح حضرتك خمسة وتمانين الى اول مرحلة التانية بالنسبة لعلم علوم. افتراتوا من كده ايه? وافضل حاجة لعلم علوم اتنين وتمانين في المية. وافضل حاجة علم اليهود ستة وسبعين في المية. وافضل حاجة بالنسبة لعلم تلاتة وستين في المية. وانك معنا الاخر موعد بالنسبة للتنسيق وموعد او نتيجة المرحلة التانية امتى? والمرحلة التالتة ان شاء الله هتكون امتى وتقليل الاغتراب? الحقيقة فيديو مهم جدا. شاركوا مع اصحابك وحبيبك وجرانك. ربنا وفاقك يا شباب. ما تنسوش على القناة معاكم استر رحمة بيشرح رؤية انجليزية اقول لعداد المنهج جديد باسلوب سهل وجميل ومشوق. ربنا وفاقك يا شباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو انت اول مرة تشاهد الفناة تشرفني بالاشتراك ودوس لايك. وتنسى اشتباع الجرس عشان يجي لك كل جديد. وانشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد.